اشتركوا في القناة وانما حسب ما في بالي قريب 3 شهر كانت هناك مفاوضات حتى لا يصل الامر الى القتال على كل حال فامير المؤمنين عندما رأى رايات جيش الشام قال راية قديمة وجدت انصارة ما معناه راية قديمة شنو هي نفس الراية اللي رفعت بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وفي قتاله في يوم بادر ويوم أحود هذه الراية التي انهزمت في ذلك الوقت لأنها لم تجد انصارا إلا القليل هذه نفس الراية لكن الآن وجدت انصارة 100 ألف واحد تحت هذه الراية لأن حسب ما في بعض التواريخ أن جيش معاوية في صفين كان 100 ألف وجيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان 50 ألف راية قديمة وجدت انصارة ولذا الرسول صلى الله عليه وآله قال لعليين عليه السلام أقاتلهم تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل يعني هؤلاء في البداية حاربوا رسول الله على كلمة التوحيد على نبوة محمد كانوا ينكرون ذلك لكن لما أظهروا الإسلام نفاقا هؤلاء ذهبوا إلى مصالحهم فأمير المؤمنين قاتلهم لا على التنزيل لأنهم كانوا يتشهدون الشهادتين في الظاهر وكانوا يصلون في الظاهر يلتزمون بالعبادات في الظاهر لأن المنافق هكذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم وإنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ولكنهم كانوا يظهرون الإسلام ويؤولون الآيات القرآنية والأحكام الإسلامية على خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغن فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر